اشتركوا في القناة الموضود الشرعي هو الولد الناتج عن علاقة شرعية وقتها منقول علاقة شرعية نكون عم نحكي عن الأوانين اللبنانية اللي بتكرس الزواج بين رجل وأمرأة بالتالي كل ولد ينتج عن هذه العلاقة الزوجية إن كان زواج ديني بالنسبة لللبنانيين المقيمين في لبنان وإن كان زواج مدني بالنسبة لللبنانيين اللي بتزوجوا خارج لبنان وبيساجوا تزواجهم في لبنان يعتبر هذا ولد شرعي أما الوقت غير الشرعي فهو الناتج عن علاقة غير زوجية يعني عن علاقة زنائية بين رجل وأمرأة بيكون عندهم وضع معين وبصير فيه ولد من وراء هذه العلاقة بين بعضهم لكن إذا بدنا نحدد شوي الزواجات وخصوصة اللي بتصير بلبنان نحن عم نحكي عن طايفل المسلمية وعن المسيحية يعني فيه أنواع فيه تعدد الزوجات فيه زواج المتعة فيه شخص يمكن يكون مزوج بالخارج منه مسجل زواجه بلبنان ويرجع يتزوج بلبنان يعني فيه حالات كثيرة عم بتصير شوي تلاعب أيضا على الأنون فيه نقول ما هيكي بغياب زواج المدنى بلبنان كمان هلطشة استفادي إذا بدك من تعدد الأوانين أو من تعدد الطواقف اللي كل طايفة عنده أنون خاص فيها هلأ بالنسبة لأنواع الزيجات يعني عم نحكي صرنا هون عن طايفل الإسلامية عن مبدأ تعدد الزوجات المش موجود عند المسيحيين هيدا المبدأ موجود ومتبع بعض المسيحيين بيستفيدوا من عدم وجوده عند المسيحيين بحال ما قدروا استحصلوا على حكم فسخ أو بطلان أو طلاء لدى المرجع المختص المسيحي بيروح بيعمل إبدال دين وهذا الشي بيمكنه أنه يتزوج مرة تانية ويسجل على اسمه وأكيد الولد اللي بينتج عن هالعليقة بيكون ولد شرعي لأنه يتج عن زواج بس في مفارقة العالم كله ضايع فيها لأنه ما في سقافة قانونية واللي هي أنه وقته بيبدو لدينه ما بيقدر عند الإسلام يطلق زوجته الأولى طبعا لأنه المرجع الصالح للبت مفاعل للزواج هو المرجع لعقد الزواج بالتالي زواجه الكاتوليكي أو أورتدوكسي أو المسيحي ما بيقدر يبطله حتى لو أبدل دينه وأصبح مسلم ولكن يستطيعا يتزوج من إمرأة أخرى عند الإسلام دكتور إذا ما في زواج ولكن أب اعترف بولد خارج الزواج شو بيصير بهالحالي؟ ما في يعترف بوقت خارج الزواج إلا ضمن إدارة معين يعني تحتى نبسط الموضوع للناس عم يقطع عندي حالات مثل مبارح كنا بمشكلة أو بحالة صايرة أنه زلمة عمل علاقة مع أمرأة متزوجة نعم وعندها عائلة حبلت منه هي وتركت البيت بنفس الوقت ما بتقدر تتزوجه لأنه هي مرتبة مزوجة وهيضا الموضوع بياخد وقت أنت تعرف عن المسيحيين مش أنه كوني فكانت لصا حبلت خلفت وبعدها مزوجة ولا قادرة تشرع الولد ولا قادرة هذا الشخص التاني يتزوجه تحتى يصير ولد شرعي بالتالي عم نحكي يوم عن المولود غير شرعي يعني هيدا الولد عنده حال متنان يا بيبقى بلهوية يا أما هي بيسمحها أنون لبنان أن تسجدوا على إسمع بهذه الحالة تقدر السيدة تغير دين؟ تغير دين أكيد بحق الله بس بهذه الحالة ممكن تقدر تغير أو بغاية أنه تطلق الزوجة نعم إبدال الدين بحسب الأنون بلبنان بدون يكونوا الطرفين أبدلوا دينهم تحتى تصير المحكمة الصالحة بالدين الجديد أنها تقدر تفسخ هذا الزواج القائم ما بيقدر واحد يبدو الدين ويستحصل على حكم فسخ أو طلق يا اتنين يبدو الدين ونتحتى يصيروا عند المرجع الصالح يا أما ما بمشي الحال دكتور بعض سؤال كمان بهك أو ضعب ما أنه عم نعطي هالأم تلي الأب يعني نحن نعرف أنه في لبنان الأمرأة عندها مشكلة كتير كبيرة أنه ما فيها طاعة هوية لأولادها ولكن الأب هون بيقدر هو يسجل ولد على اسمه إذا كان سنجل بدي صلح معلومة بلب تقدر تعطي هوية لأولادها نحن نحن عم نحكي بشكل عام إذا نتزوج أمرأة غير لبنانية لبنانة أو أمرأة غير لبنانية تزوجت لبنانة ما فيهم أولادها ياخدوا هوية إلا من بيهم بس إذا أمرأة لبنانية جوزت أجنبة مش تزوجت عم نحكي عملت علاقة زنائية ما تجعلنا ولد غير شارعي فيها تسجلوا على اسمه ويكتسب الجنسية اللبنانية بحسب القانون اللبناني كيف؟ على أساس المرأة ما فيها تعطي جنسية لبنانية لأولادها إذا كانت مزوجة مثلا لأجنبة ما بتقدر هي بحال زواجها لأجنبة ما فيها لأنه شو هالمفارقة الغريبة؟ تحت توضح النقطة الزواج اللبنانية من أجنبة هيدا يعني بيلحقوا ظروف سياسية من عرفها كلنا والديموغرافيا عرفت الخبرية المعروفة هيدا موضوع نقاش يعني فيه إيجابيات وفيه سلبياته عم نحكي عن المرأة اللبنانية اللي عملت علاقة غير شرعية وأنجبت مولود غير شرعي تقدر تعطيه اسمه يعني بيطلع مجهول الأب وبيكون لبناني شرعي؟ طبعا غير شرعي أوكي بالقانون غير شرعي ولكن عنده هوية وبيحمل اسم أمه ولكن مجهول الأب بس هون شو بيصير بالقانون لها الولد هيدا يعني إذا ضل هيك الحياته شو حقوقه وشو ما بيحصل على حقوق هلأ طبعا ما بيورد ما بيورد بايو إلا إذا كان سبت إنه هيدا بايو يعني بدي يكون فيه نوع من إثبات بنوة بيصير فيه دي اناي فيه تراجع بالقانون بدا تصير هيدا إذا كان الوالد عنده وضع بيسمح له مش بتزوج أما بشكل عام الولد غير الشرعي بيطلع له ربع الورد للأرث للولد الشرعي يعني دايما بيورد ربع الحصة اللي بتحق للولد الشرعي هون إذا تثبت مين الوالد؟ وحتى لو ما تثبت يعني بيكون عنده حصة يعني ما بعد ما يصير فيه وفاة الحقوق القرسية بتبين بيكون فيه إثبات معاين أنه هيدا الولد من هيدا الشخص مثل ما قلنا هلأ تقدمت الأمور يعني وصرنا عم نحكي بدي اناي بطلنا عم نحكي بشهود وبإفادة مختار وبتعرف يعني كيف كانت الأمور تصير بالقبل هلأ بيكفي أنه نعمل دي اناي يعني بين البي والابن تحتى يبنى عليها بالأنون تحتى يقدر يزبط وضعه الولد بس دكتور هون إذا عم نحكي عن ولد غير شرعي وما عنده هوية أيضا كمان نفس الشي يعني بيشبهوا بعضهم أوضاعهم إذا ولد عنده هوية من أمه بس منه شرعي أو ولد عنده هوية من بايه بس منه شرعي نعم ولد غير شرعي وما عنده ولا شي هي بالإجمال لوقتها بيكون الولد معترف فيه من باي أو من أم بيكون عنده وضع قانوني يعني صار حامل هوية ولكن شو الصعاب اللي بيعاني منا بالمجتمع وقتها بده يتوظف أو بده يعيش بحياة بده يتزوج يمكن ما هيك وقتها بيشوفوا البيان القائد طبعه أو بيراجعوا هلأ بطلوا عم يكتبوها على فكرة صار فيه قانون في لبنان ما بيكتبوا فيه بقى كانوا قديم أن يكتبوا مولود غير شرعي هلأني الغيوة ولكن اللي بيعرف يعني تعرفي اليوم وقتها بيكون الولد على هويته مش مكتوب اسم بيو بغري بنقال أنه لا يعني هذا الصبي ناتج على علاقة زنائية بيصير عنده مشاكل نفسية من وراء الموضوع أكتر منها مشاكل قانونية أما الباقي بيكون له حل بالنتيجة مدام رانيا المولود غير الشرعي هو مولود غير شرعي بعقلاته مش بهويته فينا نكون نحن مولودين شرعيين وعننا عدم شرعي بعقلاتنا وبتعاطينا مع الناس بس المشكلة المجتمع كمان استيز يعني اليوم المجتمع ما بيرحم هيك قصص بعضنا نحن بمجتوى من غلق يعني منها الأكدة منفتحين على هالأمور مثل برة بيكون فيه سنجل مام وبيكون فيه كل هالأصص يعني هون بعض الوضع دقيق جدا اجتماعيا منفتحين على اللي بدناه مضبوط على أشياء واشياء بس بالقانون بيحقله هالولد يتعلم بيحقله يمارس حياته عادة بيحقله يعني شو اللي بينقص عنه قطعت كيس عندي من فترة شخص لك الترجيدي بالموضوع تمان ناخد وقت كتير شخص بالأحداث أيام الحرب الأهلية اللي صار انه اجت مرت او اذا بدك صديقة صاحبه وحبلت من صاحبه واختفى صاحبه اجت لعندوقت ودخيلك يا تزوجني تحت تقدر شرع وضع الوضع ببطنية اما انا بدي اتبهدل عمل عمل انساني ارتبط فيها تزوجها وعطل صارت بنت عطل بنت هويه باسمه مع انه مش باية يا نطيف رجع تعرف على مرة تانية مش قادر يطلقها لأولي لانه ما بده تطلقه صارت تعرف على مرة تانية ساكنها وجاب ولد منها الولد اللي اجا من العلاقة مع المرة تانية اللي هي مش زوجته غير شرعي بقى بلا هويه الولد ده صار عمره 18 سنة تقريبا بهذه الفترة كان عم يتعلم يعني كانت كافي افادة مختار بالمدرسة كان ماشي حالو بعد صار عمره 18 صارت لمشتلي بالجامعة كيف بده يتسجل بالجامعة ما عندهش هويه الصدق بده يضطر يعملوا اسبات بنوة اضطر راينا نفوت بالدعوة نطلقوا من الاولي نطلقوا من الاولي نزوجه تاني تحتى نروح على اسبات بنوة للولد تحتى رجع ماشي حالو كمانا يعني هوني ما فينا ننكر أهمية المحامة اللي بيكون عم بيتابع المحاكمة اللي بتكون عم بيتابع لأنه هوني دورة مثل ما تفضلت وذكرت استاذ ودور نفسي اجتماعي يمكن بيطغي على الدور القانوني لأنه مواضيع دقيقة كتير وعم نحكي عن ولاد يعني عم نحكي عن مجتمع عم نحكي عن إنسان عم ينبنى من أول وجديد موضوع متشعب هو عمل جماعي وإنسان اللي يكون بين الكل بدنا نتابع أكيد هالمواضيع معك بحلقات لاحق دكتور أنتونيو فرح مستشار لدى المحاكم الروحي أستاذ جامعي شكرا لألك رح نخبرك شكرا لألك شكرا لألك